لفت تألق سينيغالي بولي سامبو مهاجم فريق الوداذ الرياضي انتباه بعض الأنذية العربية التي بدأت تتحرك للتعاقد معها بداية من فترة انتقالة صيفية المقبلة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللعب وسعيد النصري رئيس النادي الأحمر وأكد موقع سبورت من مصادر مطلعة أن سامبو دخل اهتمامات ناديين بالدول الإماراتي بعدما اقتنع بإمكانياتها التقنية والبدنية حيث ينتظر أن يتوصل لعب بعرض رسمي من أحدهما خلال فترة انتقالة صيفية المقبلة وأوضح المصدر نفسه أن النادي السارق الإماراتي يعتبر من أبرز الأنذية التي تسعى للتعاقد مع سامبو وتتابعه في الفترة الحالية بعدما قدم أداء مميز في المباريات السابقة ويتربع سامبو البالغ من العمر 24 عام عرش صدارة هدفية الدوري الاحترافي برصيد 12 هدف في حين سجل اللعب سبع أهداف في دور أبطال إفريقيا حتى الآن يشار إلى أن سامبو يرتبط بعاقد مع فريق الوداد الرياضي يمتد إلى غاية 2026 بعد أن تعاقد معه الفريق في الميركاة الصيف الماضي قادما من جراف دي داكار السينيغالي